اهلا بكم الى موجز اخبار الان ارتفع عدد ضحايا الضربات الروسية التي استهدفت مشفى كفر تخاريم الجراحي ليلة امس الى 15 مدنيا كما جرح عدد اخر وادت الضربات التي استهدفت المشفى بشكل مباشر الى خروجه عن الخدمة محدثة فيه دمارا هائلا شهدت قرية القنية في ريفي جسر الشغور مظاهرات ضد ممارسات هيئة تحرير الشام وذلك على خلفية حملة مداهمة المنازل واخراج نازحين المقيمين فيها بحجة انهم ليسوا بمالكين لتلك المنازل وقد تم اعتقال ثلاثة اشخاص بعد رفضهم الخروج واخلاء المنزل ولليوم الثاني على التوالي يخرج اهالي قرية القنية متظاهرين ضد ممارسات الهيئة حيث اضرموا النار في اطارات السيارات اعلنت تلفزيون العراقي رسميا القوات العراقية شرعت بعملية عسكرية ضد تنظيم داعش لتحرير قضاء الحضر جنوب الموصل شمال العاصمة بغداد وتخوض القوات العراقية منذ منتصف اكتوبر الماضي معارك لتحرير محافظة نينوى من احتلال داعش اعلن الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش اليوم ان الدول المانحة تعهدت بتوفير نحو مليار ومائة مليون دولار للمساعدات الانسانية لليمن وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا واكد الامين العام للامم المتحدة ان اليمن في حاجة لمساعدات انسانية باكثر من ملياري دولار لانقاذ السكان من خطر المجاعة وخلال المؤتمر اعلن ممثل السعودية ان المملكة ستتبرع بمائة وخمسين مليون دولار واعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تبرعا بقيمة مائة مليون دولار كما اعلنت الكويت التبرع بمائة مليون قال موقع سايت الذي يراقب صفحات المتشددين على الانترنت ان جماعة تسمى كتيبة الامام شامل اعلنت مسؤوليتها عن تفجيرا في مترو مدينة سان بيترسبرغ الروسية شهر الجاري اسفر عن مقتل ستة عشر شخصا موضحة ان المفجر تحرك بناء على اوامر من تنظيم القاعدة وقالت الجماعة ان المهاجم يدعى اكبر جان جليلوف وتحرك بناء على تعليمات من ايمن الظواهر زعيم القاعدة قالت الشرطة الاسبانية ثلاثة انها تنفذ عملية مكافحة للارهاب على نطاق واسع تتضمن عمليات توقيف ودهم على مشارف برشلونة في شمال شرق البلاد وتجري العملية الامنية بمشاركة كل من الشرطة الكتالونية والشرطة الوطنية الاسبانية والشرطة الفيدرالية البلجيكية نهاية الموجز الى اللقاء